بتكلمي عن وجود هذا النوع من المسرح في مصر من أكتر من مئة سنة يعني كنا نتخيل أنه بعد مئة سنة يكون هناك مصرح أكتر أوجوداً ووجوه وأصوات أكتر ثباتاً على المسرح يعني إيه اللي حصل؟ اللي حصل عدة أشياء أولاً إحنا ما عندناش الميزانيات اللي تكون موجودة بدخامة المسرح الموسيقي اللي بالمعايير العالمية فإحنا لسه بنتكلم على المسرح الجنائي بمفهومه الستيناتي بنفس المسارح نفس خشبة المسرح نفس الملابس نفس حتى خطوات الرأس يعني على اعتبار أنه المسرح الجنائي مكلف آه طبعاً طبعاً عايز مع جميع استعراضية كبيرة وشكلها حلو عايز ملابس عايز خشبات مصرح مختلفة برضو عن الخشبات الموجودة حالياً يعني ناس بتطير بتشوفي ناس بتنزل بتطلع من تحت الأرض ناس بتجيلك من بنوار مثلاً دي أول حاجة تاني حاجة الميزانيات في مسارح قطاع الدولة فيها أزمة ده بيخلي نجوم الشاشات بقى مقدرش أجيب نجم سينما وأقول له تعالى أعمل لي بطولة مصرح جنائي عكس أمريكا مثلاً يجيبه ريتشارد جيري يمثل عرض في البرودوي جنائي لأن في ميزانيات للممثل وفيه إقبال على هذا النوع من المسارح بره يعني هو نشاط سياحي أيضاً والناس اللي بمسافر بره أعتقد أن كثير منهم يتوجهوا إلى مسجد تلك المسارح عشان يتفرجوا ويسمعوا فهل فكرة الميزانية دايماً هي العائق؟ دي مش دايماً ولكنها عنصر هام أنا ممكن أقلب مسرح زي مسرح البلون سياحي والعرب اللي يجوا أو الأجانب اللي يجوا يجوا يتفرجوا عن نجمة بتاعنا بس إمتى لما أقدر أستقطب نجوم سينما ونجوم فيديو السينما بالذات لأن السينما متشافة أو أستقطبها أنها تبقى العناصر الأساسية في المسرح الجنائي فهنا ده بيحتاج ميزانيات طليق بنجوم السينما لأنه مش هيجي يشتغل بميزانيات صغيرة فدي عائق من دون العوائق هي الحقيقة يعني حقيقة كويس أنك بتشيري إلى هذا العائق لأنا يعني وكت نظري أنه لا يجب أن يكون في مصر هذا العائق فكرة أننا نوفر ميزانيات لنهضة مصرحية في اتجاه معين ده مسألة واجبة يعني المفروض هو زمان كان ما فيش حاجة اسمها مصرح دولة يعني سيد درويش قدمنا فرقة نجيب الرحاني مسارح خاصة مسارح خاصة فرقة خاصة فكانت هيلب تتحمل مسؤولية العرض من إيت وزد فكانوا كلهم بيشتغلوا من الشباك ده ما عادش موجود لما اتوجد مصرح الدولة بقى في ميزانيات محددة لكن إحنا لما شفنا مثلا في التسعينات شريهان عمل تعروض استعراضية جنائية وفي الستينات أيضا لما صفاء أبو الصعود وسامير غانم وكانت عرض صاردية جنائية موسيقى في الحي الشرقي والحاجات دي كانت بتجيبوا مهور ودي فرقة خاصة فإن ميزانيات مهمة كلما